أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن توجيهة حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدح حفظه الله ورعاه واهتمامه البالغ من وصلة تحقيق التقدم والتطور لكل ما فيه خير الوطن وأبنائه على كافة المستويات يعد حافزا لتكثيف الجهود الوطنية وتسخير كل الطاقات من أجل دفع عجلة البناء والتنمية نحو آفاق الأرحل موضحا أن حرص جلالته رعاه الله المستمر على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كرس العمل المشترك والمتكامل الهادف إلى تقوية أسس ودعائم الممارسة الجمقراطية في دولة القانون والمؤسسات معربا عن اهتمام وحرص مجلس الشورى المستمر بالتنسيق والعمل المشترك مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك استجابة لتوجيهات جلالته في تسخير المساع الوطنية لكل ما من شأنه تحقيق مزيد من الرفعة والمنعة لمملكة البحرين وثمن رئيس مجلس الشورى الدورة الوطنية البارز الذي يطلع به سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير العمل الحكومي ورفضه بمزيد من المكتسبات والإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر